قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ثم تمضي الحجة الدامغة إلى نهايتها الحاسمة قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ولا مجال للجدل في وحدانية الله وربوبيته فهو ربنا وربكم ونحن محاسبون بأعمالنا وعليكم وزر أعمالكم ونحن لا نشرك به شيئا ولا نرجو معه أحدا وهذا الكلام تقرير لموقف المسلمين واعتقادهم وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج ثم يضرب السياق عنه وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الجدل يظهر أنه أيضا غير قابل لللجاجة والجدال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون وهؤلاء كانوا أسبق من موسى وأسبق من اليهودية والنصرانية والله يشهد بحقيقة دينهم وهو الإسلام قل أأنتم أعلم أم الله وهو سؤال فيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة عن إجابته فأنتم تعلمون أنهم كانوا قبل أن تظهر اليهودية والنصرانية وكانوا على الحنيفية الأولى التي لا تشرك بالله شيئا ولديكم كذلك شهادة في كتبكم أن سيبعث نبي في آخر الزمان دينه الحنيفية دين إبراهيم وأنتم تكتمون الشهادة والله مطلع على ما تخفون من الشهادة وما تقومون به من الجدال فيها لتعميتها وما الله بغافل عما تعملون وحين يصل السياق إلى هذه القمة من الإفحام وإلى هذا الفصل في القضية عندئذ يعيد الفاصلة التي ختم بها الحديث من قبل عن إبراهيم وزريته المسلمين تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وفيها فصل الخطاب ونهاية الجدل والكلمة الأخيرة في تلك الدعاوى الطويلة العريضة ترجمة نانسي قنقر